موسيقى أعزائنا المستمعين أهلاً ومرحباً بكم في أولى حلقات بودكاست تحكم معكم دكتورة ريم رائدة الأعمال التقنية لمتابعة آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا والاتصالات ومعرفة كل ما هو جديد في عالم التقنية في حلقة اليوم رح نتعرف على آخر أخبار التكنولوجيا في أسبوع قبل ما نبدأ في موضوع الحلقة الرئيسي للكلام عن العملات الرقمية والعملات المشفرة والبلوكشين والبيتكوين طبعاً الهدف من استعراض هذه العملات الرقمية هو التعرف على هذا العالم دون انحياز أو دعاية لأي من هذه العملات الرقمية خلونا نطلع فاصل وبعدين نتعرف على أخبار التقنية في أسبوع ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نتعرف على آخر أخبار التقنية حول العالم في هذا الأسبوع الخبر الأول معانا اليوم فيسبوك تطلق خدمتها للألعاب السحابية أو ما يعرف باسم فيسبوك جايمينغ وأول خبر معانا اليوم في أخبار تحكم هو إعلان فيسبوك عن إطلاق خدمة الألعاب السحابية فيسبوك جايمينغ على موقع الويب وأيضا على تطبيق الجوال المعتمد على نظام أندرويد وقالت الشركة إنها غير قادرة على تقديم الألعاب على نظام آي او اس بسبب سياسات أبل التعسفية الفيسبوك جايمينغ بيتيح لمستخدمي فيسبوك على الويب وتطبيق أندرويد تجربة الألعاب المجانية في ثواني من غير مغادرة الشبكة الاجتماعية بحيث يلعب المستخدم الألعاب المثبتة في مراكز بيانات فيسبوك بدون الحاجة إلى تنزيلها في أجهزتهم هذه الفكرة تشبه الخدمات المقدمة من مايكروسوفت ومن جوجل لكن بدون الألعاب المتقدمة المخصصة لمنصات الألعاب اللي بتوفرها خدمة فيسبوك جايمينغ أنا أبغى أسمع من جمهور الآيفونز من الغيميرز تحديداً إيش رايهم في الخبر هذا الخبر الثاني دولفين آلي يمكن أن يحل محل الحيوانات الأسيرة في المتنزهات خبرنا الثاني بيقول أن شركة أمريكية ابتكرت دولفين آلي يشبه إلى حد كبير الدلافين اللي بتقفز داخل الأطواق وتعمل ألعاب بهلوانية في المتنزهات وتقول الشركة أنها صممت الدولفين لاستخدامه في برنامج تجريبي تعليمي وتأمل الشركة في أنها تقدر في يوم من الأيام تستخدم تقنيات التحريك اللي تحاكي الطبيعة والتي بتستخدم في أفلام هوليوود في الترفيه عن زوار المتنزهات بدلاً من الحيوانات البرية التي تحتجز لهذا الغرض ويمكن للسباحين الغوص مع أسماك قرش بيضاء كبيرة آلية أو حتى زواحف من التي كانت تملى البحار منذ ملايين السنين صممت الشركة مخلوقات بحرية استخدمتها هوليوود في أفلام شهيرة حققت نجاحاً مثل فري ويلي ديب بلوسي وآنا كوندا بس أنا اللي شاغل بالي الحين تجربة السباحة أو الغوص مع الأسماك الآلية هل تحاكي نفس التجربة مع الأسماك الطبيعية؟ مرة ثانية خلونا نسمع منكم خبرنا الثالث توربينات رياح تعمل بحركة مرور السيارات خبرنا الثالث يتكلم عن ابتكار رجل بريطاني توربينات رياح يتم ربطها حول أعمدة مصابيح الطريق السريع هذه التوربينات تعمل بواسطة السيارات اللي بتمشي في الطريق السريع ويمكن استخدامها لتشغيل المصابيح المتصلة بها يعني كل ما مشيت سيارة في الهايوي بتنتج طاقة الطاقة هذه بتستخدم لتشغيل المصباح الموجود في الهايوي أو في الطريق السريع ارتفاع كل توربين مترين والتوربينات هذه تولد نفس القدر من الطاقة التي ينتجها 21 متر مربع من الألواح الشمسية يقول مبتكر التوربينات إن هذه التوربينات راح تكون أكثر كفاءة وأصغر حجما مع مزيد من التطوير وإن هذا التوربين هو الأول من نوعه في العالم كما يقدم حلا للتحدي المعقد المتمثل في تكدس الطاقة النظيفة هذه التوربينات راح يتم تثبيتها وتشغيلها بواسطة الرياح المتولدة على جانبي الطريق وعلى عكس بعض مخططات الطاقة الخضراء الحالية التي أثارت الغضب بشأن المخاوف البيئية يقول مبتكر التوربينات إن خطته لن تسبب سوى القليل من الآثار في البنية التحتية والبيئة القائمة الخبر الرابع جلد إلكتروني يتفاعل مع الألم مثل جلد الإنسان خبرنا الرابع يقول إن باحثين طوروا جلد صناعي إلكتروني يتفاعل مع الألم تماما مثل الجلد الحقيقي مما يفتح الطريق أمام أطراف صناعية أفضل وروبوتات أكثر ذكاءا وبدائل غير جراحية لترقيع الجلد يمكن لهذا الجلد النموذجي الذي طوره فريق في جامعة RMIT في ميلبورن أوستراليا أن يكرر إلكترونيا الطريقة التي يشعر بها جلد الإنسان بالألم يحاكي هذا الجلد الاصطناعي استجابة ردود الفعل شبه الفورية لجلد الإنسان كما يمكن أن يتفاعل مع الأحاسيس المؤلمة بسرعة الإضاءة نفسها التي تنتقل بها الإشارات العصبية إلى الدماغ قال الباحث الرئيسي البروفيسور مادو باسكاران أن النموذج الأولي لاستشعار الألم كان بمثابة تقدم كبير نحو الجيل التالي من التقنيات الطبية الحيوية والروبوتات الذكية وآخر خبر معانا اليوم ناسا تكرم عربي اقتحم الفضاء بصور مذهلة آخر خبر معانا اليوم يخص شخص عربي حيث نجح المصور الفضائي وسام أيوب في حفر اسمه على لائحة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عندما اختارت واحدة من صوره ضمن فئة صورة اليوم على موقعها الإلكتروني يوم 17 أكتوبر من العام الجاري وتظهر في صورة سديم الهلال المذهلة سحب من الغازات والغبار المنتشرة في مجرد درب التبانة باتجاه كوكبة الدجاجة وتوثق صورة أيضا ضمن مجال الرؤية التليسكوبي ما يعرف بفقاعة الصابون وسديم الهلال ومع حلول المساء يبدأ وسام أيوب في ترتيب أغراضه التي يحتاجها في رحلة غير عادية من منزله في أبوظبي إلى منطقة تبعد 130 كيلو متر على الأقل في جوف الصحراء الهدف هو الحصول على الظلام الدامس ولا يحدد أيوب اللبناني موعد رحلته فالأمر متروك للطبيعة التي ستعطي له الإذن بالانطلاق حيث يتتبع المصور الشغوف بيانات الأرصاد الجوية على مدار أيام حتى يتأكد من الوقت الذي سيكون فيه الجو ملائما لالتقاط الصور أي خاليا من الغيوم بينما يكون الهواء ساكنا والقمر غائبا بشكل كامل أعزائي المستمعين خلصت أخبارنا لهذه الحلقة خلونا نطلع فاصل بعدين نتكلم معا موضوع الحلقة الرئيسي ورجعنا لكم بعد الفاصل في أولى حلقات بودكاست تحكم بعد ما سمعنا مجموعة من أهم الأخبار التقنية حول العالم حان الوقت كي نتحدث في موضوع الحلقة الرئيسي على مر التاريخ الإنساني يعتمد البشر على أن الحاجة هي أم الاختراع فمع المراحل الأولى من التاريخ الإنساني اعتمد الإنسان على نظام المقايضة لتداول الاحتياجات والسلع ومع التطور وتعقد الحياة لم تعود المقايضة مناسبة للإنسان فكان لابد من وسيط للتداول بين البشر وهذا اللي خلى أول عملة معروفة تظهر عام ستمائة قبل الميلاد في عهد الملك إلياتس ملك ليديا وتطورت العملات المعدنية إلى أوراق نقدية عام 1661 ميلاديا وصدرت أول بطاقة ائتمان عام 1946 ومع التطور التقني المذهل مع بداية الألفية الثالثة ظهرت العملات الرقمية في عام 2008 وتطورت بوتيرة سريعة أبهرت المتابعين حول العالم وهذا خلى خبراء محللين يشوفوا أن العملة الرقمية هذه هي المستقبل بينما غيرهم حضروا منها لأن الاستثمار فيها غير آمن وإحنا في موضوعنا اليوم راح نحاول نوضح إيش هي العملة الرقمية وكمان نظهر الفرق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة وإيش هو البلوكتشين وإيش هي البيتكوين وغيره في خطوة مفاجئة أعلنت شركة بايبال إنها راح تبدأ بدعم العملات الرقمية للمرة الأولى في تاريخها وهذا راح يمكن أصحاب حسابات بايبال من تخزين العملات في حسابهم وشراءها وبيعها أيضا والحين راح نتعرف على الفرق بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية والعملات المشفرة العملات الرقمية باختصار هي مصطلح شامل يستخدم للإشارة إلى الأموال الموجودة فقط في الفضاء الرقمي والعملات الافتراضية والمشفرة هذول كلهم عملات رقمية لا يشل أنها موجودة على شبكة الإنترنت العملة الافتراضية هي شكل من أشكال العملة الرقمية المتاحة في العالم الافتراضي في مجتمعات حصرية موجودة فقط على شبكة الإنترنت هذه العملة الافتراضية أنشأها مطورون برامج أو زي ما نقول بالعامي مبرمجين أما العملات المشفرة هي عملات رقمية أيضا لأنها موجودة على شبكة الإنترنت أيضا لكنها عملات افتراضية يتم إنشاؤها باستخدام خوارزميات التشفير يعني العملة المشفرة هي عملة افتراضية وكلتا هما العملة المشفرة والعملة الافتراضية عملات رقمية إن شاء الله ما يكون لخبطتكم خلونا الحين نتعرف على تقنية البلوك تشين البلوك تشين هو عبارة عن قاعدة بيانات مشتركة للمعاملات المالية التي يتم حفظها على أجهزة كمبيوتر متعددة في مواقع مختلفة قاعدة البيانات هذه تنمو باستمرار عند إضافة معاملات جديدة أو نقدر نسميها كتل وهذا يشكل سلسلة مستمرة من البيانات بحيث تكون السجلات عامة ويمكن التحقق منها نظرا لعدم وجود موقع مركزي من الصعب اختراق المعلومات الموجودة في ملايين الأماكن المختلفة لكتل البلوك تشين هناك ثلاث تقنيات رئيسية تتحد معا لإنشاء البلوك تشين تشمل هذه التقنيات تشفير شبكة توزيع وحافظ للحفاظ على معاملات الشبكة تتحد هذه التقنيات الثلاثة لجعل تقنية البلوك تشين نظام لا مركزي وشفاف وغير قابل للتغيير بعد ما تعرفنا على البلوك تشين خلونا نتعرف على البيتكوين البيتكوين هي أشهر العملات الرقمية اللامركزية ظهرت البيتكوين في أكتوبر من عام 2008 اللي سوى البيتكوين شخص أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو طبعا هذا اسم مستعار وأصبحت عملة البيتكوين نظام دفع مستخدم ومعتمد لكثير من الجهات في الوقت الحالي طيب البيتكوين هذه نعتبرها إيش بالضبط؟ نعتبرها عملة مشفرة نظرا لحقيقة أنها تستخدم التشفير لتأمين المعاملات داخل بنيتها التحتية والتي تمثل قاعدة بيانات موزعة عبر الإنترنت أو إيش؟ تكلمنا عن إيش قبله شوي؟ البلوكشين توفر البيتكوين الفرصة لإجراء عمليات دفع سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة من نظير إلى نظير آخر دون الحاجة إلى بنك أو معالج مركزي تتم معاملات البيتكوين مباشرة بين المستخدمين من محفظة بيتكوين إلى محفظة بيتكوين أخرى ويتم التحقق منها في نظام سلسلة الكتل أو نظام البلوكشين اللي تكلمنا عنه قبل شوية ويتم توقيع المعاملات رقميا باستخدام مفاتيح تعريف خاصة وفريدة من نوعها مما يثبت أنها قد أتت من محفظة بيتكوين خاصة بشخص معين خلونا نطلع فاصل وبعدين نتابع مع آخر محطة اللي هي محطة الريفيو ووصلنا معاكم للمحطة الأخيرة من الحلقة الأولى من بودكاست تحكم وهي فقرة الريفيو واليوم رح نتعرف على راسبي نود طبعا بما أن احنا تكلمنا عن البيتكوين وتكلمنا عن البلوكشين قررنا أن احنا نبحث على الكيكستارتر دوت كوم على منتجات جديدة لم تطرح في السوق تتعلق بالكريبتو كيرنسي ولقينا راسبي نود بس الاسم هذا راسبي نود ما يذكر مستمعين من المطورين بشيء معين أنا عن نفسي أول ما قرأت الاسم راسبي نود على طول جا في بالي الرازبري باي وفعلا راسبي نود تعتمد على الرازبري باي وتعتمد أيضا على البيتكوين خلونا نشوف سوا إيش هي الراسبي نود وكيف ممكن نقدر نستفيد منها الراسبي نود هو عبارة عن راسبري باي 2 مثبت عليه بيتكوين كور وبعض السكريبت اللي كتبوها المطورين اللي أنتجوا لنا الراسبي نود طبعا الراسبي نود هذه ممكن تستخدم كمحفظة بيتكوين أو ممكن المطورين أو المبرمجين يستخدمونها كعقدة بيتكوين لدعم شبكة البيتكوين أو العملات المشفرة حجم الراسبي نود صغير تقريبا نفس حجم الماوس طريقة تشغيلها من نمط بلوغ ان بلاي غير مكلفة أبدا تعمل بدون إصدار أي صوت أو أي ضوضاء وتسمح لأي مطور أن يشغل عقدة بيتكوين كاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو زي ما نقول 24x7 إذا عجبتكم راسبي نود تقدرون تشيكون عليها في موقع كيكستارتر.com وتشاركون آراءكم واقتراحاتكم على قنوات التواصل الاجتماعي وفي ختام أولى حلقات بودكاست تحكم كانت معاكم دكتورة ريم رائدة الأعمال التقنية وأحب في آخر أولى الحلقات أن أتوجه بالشكر لجميع مستمعين آملة أن نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيف خبير مختص في تقنية البلوكتشين علشان يشرح لنا أكثر عن هذه التقنية وعلشان نتعرف سويا على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة